صراع الإرادات بين الولايات المتحدة وبين إيران وفي تقديري أن نتجه باتجاه التصعيد لأسباب عدة منها تصريح الذي صدر عن البيت الأبيض والذي حدد بموجبه عجز الحكومة العراقية عن إيقاف الفصائل بالقيام بعمليات وفق مبدأ وحدة الساحات وبالتحديد أنها تنسق بينها وبين اليمن ومع الحوثيين بالتحديد وهذا بالحقيقة يربط الساحات ويخرج قدرة صانع القرار السياسي على إيقاف مثل هكذا عمليات لا سيما أن هذا الأمر جزء مهم وحيوي في التعهدات التي قدمها السيد السوداني إلى ممثلة الأمم المتحدة وإلى السفيرة الأمريكية فضلا عن أن هناك معادلة إقليمية إسرائيل تتبنى خيار الاحتواء العسكري لمنظومة القيادة بالنسبة لحزب الله في لبلا في حين الولايات المتحدة ذهبت باتجاه استراتيجية الاحتواء السياسي عبر حكومة السيد السوداني فإذا حصل وعجزت حكومة السيد السوداني عن إيقاف الفصائل فلا نستبعد أن الولايات المتحدة ستنساق تلقائيا مع إسرائيل في تبني خيار الاحتواء العسكري وأن ذلك سيتحول العراق إلى ساحة اشتباك بين الولايات المتحدة وبين إيران هناك ظهرت بوادر على ساحة التبازلات الإقليمية والدولية فيها ثلاث مفاصل خطرة الأول وهو الأخطر هو إعلان رسمي من إيران بأن أي تحرك لإسرائيل باتجاه حزب الله سيلقى حزب الله دعما مباشرا واشتباكا مباشرا مع إيران ضد إسرائيل وهذه معادلة خطرة فضلا عن أن منظمة الطاقة الذرية أعلنت واليوم بالتحديد أكدت على أن هناك خرق للاتفاق بينها وبين إيران وهناك إضافة لمنسوب التخصيب وإضافة لأجهزة الطرد المركزي المسألة في تقديري ذاهب باتجاه المزيد من التصعيد فهل ستصمد حكومة السيد السوداني في أن ينجر العراق إلى مواجهة مباشرة بين الفصائل وبين الولايات المتحدة أو بين إسرائيل في عملية محتملة يعني نحن نترقب الساعات وأقصى حد الأيام القادمة في اشتباك مباشر لحزب الله مع إسرائيل كيف سيكون رد الفصائل في العراق في تقديري ستدساق باتجاه القيام بعمليات انطلاقا من العراق لضربات توجه إلى إسرائيل وإحنا نلاحظ أن هناك ضربات نوعية ولكنها متباينة وبأوقات متباعدة فإذن نحن معادلة خطرة جدا لذلك من المستبعى جدا أن نتحدث عن معابر طاقة سلاسل نقل بحري طريق تنمية ما لم يكن هناك كما قلنا قضية الأمن المستدام الذي يمهد لتعاون اقتصادي تتكامل فيه الأدوار الإقليمية والدولية نحن بالحقيقة في مرحلة غاية في الخطورة تهدد سلامة موقف الحكومة اتجاه الالتزامات الدولية واتجاه الالتزامات بجلس الأمن فضلا عن التعاهدات التي على أساسه منحت الحكومة الحالية المباركة الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر